فهذا السؤال يقول لي إذا تم اختيار ثلاثة نقاط عشوائيا من النقاط المسمى على المستطيل في الشكل المجاور فما احتمال أن تقع النقاط الثلاثة على قطعة مستقيمة واحدة وعطاني هذا المستطيل وعليه النقاط طيب يعني أنا سأختار ثلاثة نقاط عشوائيا من النقاط اللي على المستطيل ثلاثة نقاط يعني أي ثلاثة نقاط يعني ممكن أختار هذه النقطة وهذه النقطة وهذه أو أن أختار هذه وهذه وهذه أو هذه وهذه وهذه مثلا أو هذه وهذه أي ثلاث نقاط معناها أن المجموعة اللي أقدر أختار منها اللي هي إن هتكون عبارة عن عدد النقاط اللي هي لو حسبتها هتكون ثمانية ليش؟ لأنه عندي ثمانية نقاط أقدر أختار منها طيب أنا هختار ثلاثة نقاط عشوائيا معناها أنه ال-R هيكون عندي بثلاثة عدد المراكز اللي هختارها هي ثلاثة فقط يعني من الثمانية نقاط اللي عندي هختار ثلاثة نقاط فقط طيب هنا الترتيب مهم ولا غير مهم؟ يعني لما أختار النقطة A بعدها أختار B أو أني أختار ال-B بعدين أختار ال-A ما تفرق معي ما يهمني لأن هنا أريد أن أرى هل هي على استقامة واحدة أو لا صار نقول هنا الترتيب غير مهم معناها نستخدم التوافيق معناها نستخدم التبادل طيب إحنا هنا نريد أن نجيب الاحتمال عشان نجيب الاحتمال لازم نشوف عدد أفراد الحادثة وعدد فضاء العينة طيب خلينا نجيب فضاء العينة اللي هي جميع الاحتمالات الممكن للاختيار الثلاثة نقاط لأننا قلنا هنا الترتيب غير مهم فحنستخدم التوافيق يعني حنقول إن توفيق Th and اللي هي بثمانية توفيق ال�-R اللي هي بثلاثة وهذه هتساوي مضروب الثمانية علي مضروب الثلاثة في مضروب الثمانية ناقص ثلاثة اللي هي خمسة خلينا المرة دي نجيبها بالحاسب هنجيب التوافيق على طول الحاسب احنا Rough 8 بعدها شفت وعلامة القسمة عشان نجيب التوافيق نضغط 3 بعدها يساوي وإعطاني الناتج اللي هو 56 هذا عدد فضاء العينة يعني جميع الاحتمالات الممكنة لاختيار أي ثلاث نقاط من الثمانية النقاط اللي عندي طيب أنا أريد أن أجيب احتمال أن النقاط الثلاثة تقع على قطعة مستقيمة واحدة طيب لو سمينا هذه الحادثة أن النقاط تقع على قطعة مستقيمة واحدة خلينا نشوف عدد أفراد هذه الحادثة K شوف ممكن الثلاث نقاط تكون هذه أو ممكن تكون هذه وممكن الثلاث نقاط تكون بهذه الطريقة أو ممكن تكون بهذه الطريقة يعني صار عندي أربع أفراد أو أربع طرق أو أربع احتمالات أن تكون الثلاث نقاط تقع على قطعة مستقيمة واحدة خلينا نجيب احتمال الحادثة K ستكون عدد أفراد الحادثة يعني عدد المرات التي تكون فيها الثلاث نقاط على استقامة واحدة زي ما شفنا من الرسمة هذه هتكون أربعة على عدد فضاء العينة اللي هو حسبناه بخمسة وستين هذا لو بسطتها هتطلع واحد على أربع طاش وهذا هو الاحتمال المطلوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر